السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذه المرة الحديث سيكون حول ليفر بول وحول نجم ليفر بول صالح محمد صالح هو نجم الكرة المصرية وهو كذلك فخر العرب صالح تقريبا يسجل في كل لقاء تلعب ليفر بول وأصبح محمد صالح النقطة الضاربة في ليفر بول السؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ لأن صالح يتمتع بإمكانيات جد رائعة وكبيرة رجل يسرى سحرية يقدف كذلك باليمنى وعنده القوة الضاربة عند محمد صالح الذكاء والسرعة الذكاء في التمركز والسرعة سرعة خارقة ويعرف كيف يسجل الأهداف عندما يكونوا بالقرب من المرمى وهذا شيء جميل وجميل جداً أمس مع فريق توتنهام كان سجل هدف ولكن ألغيه بيدعي أن فيرمينيو لمس الكرة بيدوه وكان هدف رائع ساروخي ولكن رغم ذلك عاد وسجل هدفاً ثالثاً صالح شفتو شخصياً تاعو أدب ما يتنرفسش لكن لما تمثلوا في توقيت ان تاعو تعلق اللعب ولا تخرجوا يغضب رغم أنو يسجل رغم كذا رغم كذا وهذا بش يبقى دايماً يبقى الستاتيو تاعو الستاتيو دو تيتولار وكلوب ما يتكلمش معاه رغم أنو في بعض الحيان ما يكونش في نهاره ولا ما يسجلش إلى آخره إلا أنو يغضب لما تخرجوا وهذا يبين على قوة شخصية محمد صلاح اللي نطلب من لعبين الجزائرين كذلك ما حرزوا غيره أنهم يتصرفوا مع المدربين تحهم مثل ما يتصرفوا صلاح في بعض الأحيان ليس في كل وقت لأنه صلاح تقريباً كل الموسم هو أساسي ويستهل أنه يكون أساسي عند نهاية اللقاء اقترب منه موريني وسلم عليه واحتضنه وتكلم معه مطولاً هذا شيء جميل جداً هذا اعتراف لمورينيو لمحمد صلاح محمد صلاح كذلك يتصدر تشكيلة إفريقيا رياض محرز ومحمد صلاح يتصدرون تشكيلة إفريقيا في العقد الأخير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء دار هذا الإحصاء ومن بين لعبين اللي تصدروا تشكيلة إفريقيا في العقد الأخير رياض محرز ومحمد صلاح الكثير أحبنا تكلموا أيضاً على الكنتارا الكنتارا لما كان في باير مينيخ كان كلوب يتبع فيه يعني لحظة بلحظة رغم أنه هو اللعب اللي جابوا الباير هو باب غورديولا إلا أن كلوب كان يتبع فيه لحظة بلحظة وكان يتتبع خطاه وكان هو السبب اللي جابوا إلى ليفربول السبب الذي على إثره انتقل إلى فريق ليفربول وكان أيضاً الكنتارا يسأل عن كلوب فكل الإجابة كانت أنه مدرب رائع ويعطي قيمة كثيرة لللاعب ولما اللعب يكون أساسي يخليه يلعب عكس باب غورديولا هذه هي اليوم بعض المعلومات تعطينا لكم على محمد صلاح وعلى رياض محرز وعلى الكنتارا لاعب ليفربول ما تنسوا تصليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك أدروا لنا لايك إلى الملتقى هذا زهير عشر يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر